اشتركوا في القناة اصعد الله صباحكم بكل خير ها هو اللقاء نايز جدد معكم في موضوع جديد ألا وهو فضل شهر بمضان سنتبق إداعاتنا الصباحية بآيات بينات من الدكر الحكيم والآن أترككم مع آيات بينات من سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بلا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل هين من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقرر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم الآن سوف نترككم مع النشيط الوطني مع النشيط الوطني مان بيت الأحرار ماشرق الأنوار منتدى السؤددي وهمار تمس منتدى وهمار عيشت في الأوطان للعلان وار من أكل جنان ذكرى أكل لسان بالروحي بالجسدي هبثتك لبني دك في كمي وفي دنيا وكسران ونار إخوتي هيا بعلاسنا نوشد الدنيا عندنا هنا نحيا بشعب الله الوطن الملك كان معكم تيميد محمد تعاليم من أقسم الخريص هذا ما استمعنا للنشيط الوطني سوف أترككم لكي نتلقى صلاة الإبراهيمية والآن سوف أقدم لكم الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذا السؤال هو سعر رمضان شهر الرحمة والغفران وسوف أترككم مع الموضوع لكي تتعارفوا على كثير من المعلومات على هذا الشهر الفضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما دمنا نعيش هذه الأيام أجواء شهر رمضان المبارك فلا بأس أن نتشارك بعد قيمه الجميلة إن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم وخص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان من بين الأشهر بفضائل كثيرة فهو شهر ينتظره المسلم لأهميته ومتانته في الإسلام من بين فضائل الصيام وقيام الليل وقراءة القرآن والصلاة أن الله يغفر الدنوب لقوله صلى الله عليه وسلم من سامع رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تخدم من ذنبه وتعد الصلاة من أوائل ما فرضه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضاحل وقال الله عز وجل إلا الصوم فإنه ليه أنا أجذبها ولا ننسى ذكر أعظم ليلة ميزها الله في هذا الشهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محرم وشغر في الخيثان كما نعلم جميعا رمضان هو شهر الخير والبركة وهو وزنة الشهور جميعها ففي تتجمع العبادات ويصبح لها نكة إيمانية مميزة فالمسلمون يأخذون النهار كله صائمين من ضروع الفج إلى غروب الشهر ويضعون طلاواتهم في الوقت بنيت التقرب من الله تعالى كما أن نتلو آياتي من الذكر الحاكم فالله يغفر الدروع في هذا الشهر المبارك ويضعف أجران محسنين فتقفر الله منا ومنكم صالحة الأعمال كان معكم تلاميذ لمستوى الخامس ابتدائي بالتقديم آيان سياح في الموضوع ذكرية مخلوف وفي النشيد الوطني شعيد محمد أما بالقرآن الكريم صلى الرحموني وأما في الصلاة الإبرالينية في بلبة تشي تحت إشراف الأستاذة إكرام زوجر شكرا